السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنجاب على سؤالي ممكن بيسألوا كتير جدا من حبيبنا اللي هم اصلا بيبرمجوا بالهم السنين او بيبرمجوا للسبق لهم فترة او اللي عايزين يخشوا مجال البرمجة اللي هو بتاع ذكا الاصطناعي وما تعلموش غير البرمجة العادية وبيسألوا دايما ايه الفرق ما بين البرمجة العادية وما بين برمجة ذكا الاصطناعي هحاول ان انا اقارن لكم ان شاء الله قادر الامكان كده بسرعة في بعض النقاط الرئيسية ما بينهم اول نقطة بيفوكس التركيز تركيز اللغة البرمجة العادية وتركيز الايه الشغل بتاع الايه بالنسبة للبرمجة العادية بتركز على رايتنج الكود ان انا اكتب الكود ان انا احل مشكلة محددة احاول احل لها يعني زي مثلا بابني مثلا كالكوليتر ايب مثلا فبركز بقى على زي المدخلات الشكل الشاشة بشع فيه عشان يعمل لي على حسبة يعني مثلا على سبيل المثال اما في الاي اي الموضوع بيبقى مختلف شوية يعني هبينركز على اللي فيها زكاء شوية اللي فيها زي تتعلم ازاي تحاول تتوقع وتأضبط وتأضبط الشغل بتاعك او ترتبه على حسب الوضع بتاعها فان التركيز غير التركيز تماما يعني ده بالنسبة للايه ليه التركيز فعندنا مسلا في الاي اي اي هتلاقي مسلا زي ما تكون بتعمل مسلا مسلا هو قصته كلها ان هو يتعلم ازاي يرد على اليوزر كويري اليوزر بيسأله سؤال وانت المفترض ان السيستم بتاعك او الابليكيشن بتاعك يرد عليه او بتاعك يرد عليه ده بالنسبة لأول نقطة والنسبة لنقطة رقم اتنين الابروتش الابروتش بالنسبة لغاية البرمجة العادية انت بكليت ايرجروزمس معينة بلوجيك معين يعني تفكير معين منطقي الى احد ما عشان تقدر تحل او تخرج اوتبوت انت عارفه وعايز توصله بشكل ايه اه برمجة عادي اما بالنسبة ليه طبعا زي مسلا مساعدين مسال ديك مسال ان انا بس انا بكتب كود معين عشان ارتب شوية ارقام جاليمة لغبطة وبشكل منطقي بقى ارتبهم ترتيب تصعودي او تنازلي او مش عارف ايه او كلام زي كده اما بالنسبة اه الموضوع المختلف انت عندك في عندك يعني في نمازج معينة بتتدرب على بيانات معينة علشان تتوقع شيء او عشان تاخد هي يعني بنفسها او كده كلام زي كده زي مسلا بدرب مسلا كمثال مسلا ان انا بعمل عشان عالوش معين عشان مسلا اعرف الراجل ده هو تلابس مسلا كمامة او مش لبس كمامة فعملت دي له صور واحد لبس كمامة واحد مش لبس كمامة واحد لبس كمامة واحد مش لبس كمامة بحيس ان هو قدر يتعلم ويقدر بعد كده يقدر يقول لي الشخص دي داخل ده دلوقتي لبس كمامة واحد مسلا يعني اه بالنسبة للنقطة رقم تلاتة المنهجية في البرمجة بنستخدم منهجية مختلفة كماما عن منهجية الكود بتاعنا دايما قلنا بنستبلش رولز معينة مسلا لو حصل كذا عمل كذا لو ما حصلش كذا عمل كذا في 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 كده ستيبس وفي رولز معينة معروفة عشان تماشي الكود قرر اللي دي يرجع لي هنا مش عارفه كلام زي كده اما بالنسبة للاي لا الموضوع مختلف في جدا اه التكنيكس قوية جدا في الماشين لننك في دي بلننك كلام ده طبعا مش لازم كل اللي بيشتغل في الزكرة الصناعي يكونوا فاهمين كل التكنيكس الغبية والقوية واللي مش عارف فيها والرياضات العالية الكلام ده مش 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 صح ممكن تكون بتيوزل ايه الموضل زي دي دي ممكن نبقى نتكلم عليا بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله لكن المهم على سبيل المثال انت بتبقى عايزة عندك تكنيك جامل جدا لش هتقدر تفهم لغة البني ادم حتى لو اتغيرت او قلب كومة البديلة او كلام زي كده فده ممكن يكون اه مش من حاجة سهلة يعني اما في الاولويات الحتة بتاعت الاولويات دايما الاولويات بتاعت البرمجة بنركز دايما على على كفاءة بتاعت الكود على الكود ده نقدر نوسعه ونضيف عليه امكانياته ولا لأ هلنقدر نمينتين نصين نصين الكود اللي موجود هنا ولا لأ بياخد وقت طويل على ما تنفذ الكود ده ولا لأ مش عارف ايه كلام زي كده الميموري بنخزن فيها مساحتها ببطيء بالسيستم مش عارف ايه ده كله البرمجة والبتاعتها اللي حاجات اللي احنا بنهتم بها عليها اوي اما في الموضوع مختلف في اي 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 انا باهتم اكتر بالاكيروسي الدقة بتاعة الموضل ده ادي دقته ادي ايه بيقدر يدقيق ولا لسه في حاجات مظبوطة بتهرب منه او كلام زي كده فهتلاقي مسلا على سبيل المسال انا باقي باستخدام ماشين لرنج مسلا بزي ما قلنا مسلا بديتكتر الراجل ده والتحاط الكمامة ولا لأ بيطلع نسبة الدقة بتاعتها ديه مسلا سبعين في المية ولا بيطلع تسعين ولا بيطلع خمسة وتسعين ده اللي بيفرق معنا اوي النقطة الاخيرة اللي حب ان انا افرق ما بين وما بين برمجة اي 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 وما بين برمجة الزكار الاصناعي هتلاقي اللي هي الامبوت والاوتبوتس في البرمجة بتاعتنا دايما عندنا كلير عندنا مدخلات ومخرجات محددة دائما مسبقا ومعروفة وممكن انا اقدر اطلعها حتى لو انا مكنتش بشتغل يعني حتى لو مكنتش بشتغل على برنامج ده بالنسبة للبرمجة العادية بمعنى ايه مسلا انا بدخل خمسة خمسة بتطلع لعشرة فالمدخلات محددة دائما والمخرجات بتاعتي محددة دائما اما في ايه الموضوع مختلف تماما لا ممكن يبقى في عندك حاجات فيها يعني يعني في حاجات مش مش محددة قوي ممكن تكون في فيو ممكن تكون في فيو موجب حاجات زي كده على سبيل المثال انت عندك مسلا السال العربية اللي بتمشي اوتوماتيك دي وبتركن لوحدها وكلام زي كده هنا لأ الموضوع يعني انت عندك اا اا في الطرق اللي ماشي في الشارع مش يعني ممكن ما تتوقع هاش يعني فاااااااا فهنا الوضع ايه مختلف يعني كده باختصار جدا لو بتلخص القصة دي كلها هقولي ان الحاجات الاساسية اللي في اختلاف برمجة البرمجة العادية عن برمجة الاي اي هلاقي اول حاجة الغرض عندي بالنسبة البرمجة العادية انا عندي هنا مهمة انا بوجه المهمة معينة عايزة عايزة حلها اما بالنسبة الاي اي الموضوع مختلف هتلاقينا التركيزنا على عندي ديتا معينة ومفترض ان هو يتعلم منها عشان يقدر يعمل لي حاجة شبيهة للبنى ادمين او للوجيك بتاعها اما بالنسبة الابروتش في الغالب بتبقى رول بيزد رول بيزد عندي لو حصلت حاجات معينة اعمل حاجات معينة لف تاني ورجع اعمل مش عارف ايه كلام زي كده اما بالنسبة الايه الموضوع بقى ضابطف شوية متكيف شوية على حسب الشغل فمش مسابت او اما بالنسبة الاوتبوت فدايما الاوتبوت دايما اقدر اعرفه من قبل ما البرمج يطلعه ده بالنسبة البرمجة اما بالنسبة الايه لا انبردكتابل مقدرش يتوقع ممكن يطلع لي ايه او في بعض الاحين بقدر توقع بس مش شرط ان انا كون متوقع اللي ممكن يطلع لي ممكن يكون بهو بيحاول يتوقع شوية ولا ممكن يساعدهم اكتر ويعلم من قدرتهم عايز اشوف ردك السلام عليكم وعليكم وعليكم وبركاته